هو لجي للي موجود دلوقتي عايز يسيب لي عياله كل حاجة لغاية العربية ونجيب لها البيت ويبعا عن ده يعني انت اكيد محدش حطي ايده في جيبه قالك ايه يا ابني ربنا تسلفت حبيبي انا تسلفت بحياتي وبعت سيارات علشان اقدر اعيش طيب طبعا عملت هذا مثل اللي انت عملت هذا كلنا بس احنا الحين لان يمكن الله وفجنا وصار عندنا هذه المكانة او قعينا مثلا قعينا مبالق معينة فنبي هذا لا يتشحطط مثل ذا ليه لان خلاء امنها ايه تأمنها طب ما هو ان شاء الله تتجوز راجل يعني متأمن برضو ويزبط له تكون ايه هي الراجل يا عم خلها تهي يا تبقى الرجل طبعا ابنت ابوها فخلها هي الراجل هي اللي ما بيحد يعني ما هي واحد وهو يمشيها ويلا ما يعطيها مصروف لا يستريح هي اللي تصرف علي انت ماندكش مشكلة ان هي اللي تصرف علي يعني انت تقعد تتعب وتجيب الفلوس وتديها عشان يجي راجل دي واحدة الله عطاني هادي عندي مشكلة بعد خلاص حسن هتفتري هي واحدة دلأ بس انت ملاحظت الحكاية دي ان احنا كلنا عايزين نزبط عيالنا بس احنا محدش زبطنا يعني احنا احنا الجيل الاول اللي هو عمل الثروة طبعا الجيل التاني والتالي الدول عشين في البلاوة ويضيعونها هم اللي بيضيعونها احنا احنا واجهنا مصاعب الحياة وندري ان الحياة فيها مصاعب فيها مشاكل وفيها سكك سد كتيرة فاحنا ما نبي عقفا بال رفقا بالقوارير بالقوارير فقارورة هي خل تاخذها سهالة مزيانة طبعا مزيان مزيان اسم مزيان ولا مزيانة لا مزيان مزيان وليه ما سميتهاش مزيانة لا هي مزيانة هي بنت صاحبي اسمها مزيان واحنا نحبها انا ومزيان نحب بنت صاحبي فقلنا اذا الله رزقنا فيه بنت بنسميها عليها كانت مزيانة الاساسية شيطانة وكده ودي طالع برضو كده طالع عليها الحمد لله مفيش فارج ما عبي ادب وقاعدة لا ما عبي قابل حركة عايزة تتعلم ايه لو حب التمثل لما تكبر الاجابة التقليلية هي الحين جاعتمثل اه بالله ايه حين توقف وتقول بابا يعني انا شديسة جاعتمثل فيها توقف لك عالسرير دعم وتقول ايه وانت تسقف مساعة جاعدة هني فجاعتقول بابا ستيج في ستيج هذا عارف المسرح عارف المسرح تعرف الممثلين ربعنا تحب ادريش عيبي تتصل فيهم تروح لهم بس ما تحبكش انت لا انا بالمسرح ما تحبني بابا مسرحيتك مو حلوة لان احنا ضحك يا بنت تبي اغاني والاطفال